نزلت مدان التحرير من كام يوم? الناس نزلت مبارح عشان تعمل وتصوت في الانتخابات مجلس الشعب. في مكان هنا وفي مكان هنا. اي نعم مبارح اللي موجودين في مدان التحرير عملوا شفتات او قسموا نفسهم جزء منهم يروح ينتخب ويرجع تاني واللي واحد في مدان يروح عشان ينتخب. يعني كل مصر بتنتخب. ملاحظة تانية ان البورصة مبارح كانت مغلقة. ليه? ليه كانت مغلقة مبارح? وليه فتحت النهاردة? تأثير الانتخابات عموما في اي دولة اي دولة ممكن يحصل فيها انتخابات برلمانية. الاقتصاد بيبقى عامل ازاي في الفترة دي? هل بيبقى فيه او دفعة الى الامام? ام بيبقى فيه على حسب اللي بيحصل في البلد دي? بناء عليه بتترجم الى اقتصاد. خير من يتكلم معانا في هذا الموضوع? الاستاذ الكاتب الصحفي الاستاذ محمد علي خير. صباح الخير يا فن. صباح انه كل سنون طيبين. وحضرتك طيب. وطبعا في البداية نحب نتكلم عن المشهد اللي شفناه امبارح وتقييمك ليه لانه مشهد الاول مرة بنمر بيه. الاول مرة بنمر بيه بالشكل النزيه ده اللي زي ما بيقول عليه انه هو نزيه. عايز اعرف تقييم حضرتك واحد من الناس طبعا اكيد عند حضرتك معرفة كبيرة جدا بالقصة دي. وتبعت وكنت موجود في انتخابات اخرى كثيرة قبل كده. تقييمك ايه لمشهد امبارح؟ خلينا في البداية ان انا يعني شايف ان الشعب المصري بيقدم لنا النهاردة للمرة التالتة على التوالي درس كبير. درس يتجاوز كل القوى السياسية والنخب والسلطة الحكمة والحكومة. اليومين اللي سبقوا الانتخابات كان في حالة من حالات الفزع روجوا جزء من القوى السياسية جزء في الاعلام ان المصريين لن ينزلوا الى الانتخابات واذا نزلوا مش يكون بكثافة علشان الفراغ الامني علشان الاحداث اللي حصلت الاسبوع اللي فات. لكن المصريين فجؤونا النهاردة مفاجأة عظيمة جدا. انهم نزلوا بكثافة فقط كل التوقعات حتى ان مبارح رئيس اللجنة العليا الانتخابات الف المؤتمر ان احنا فجئنا بهذا المشه. المصريين بحسوهم الحضاري فعلا مبارح. بعتوا الرسالة التانية للعالم بعد ثورتهم في 25 يناير. انهم فعلا مؤهلين لممارسة الديمقراطية. الانتخابات او التصويت ليست هي العملية الديمقراطية. ولكنها اولى الخطوات الديمقراطية. احنا عارفين ان جزء كبير من الرجال وقادة النظام السابق قانوا بيتهموا الشعب المصري بانه هو شعب غير مؤهل لممارسة الديمقراطية. وجدنا ده على لسان دكتور احمد نظيف لما كان في امريكا في بداية توليه مسؤولية رئاسة الوزراء. وجدنا على لسان السيد عمر سليمان لما كان عمل كنائب لرئيس الجمهورية السابق. المصريين النهاردة بيردوا على هؤلاء المسؤولين. لا. نحن شعب اهل فعلا لممارسة الديمقراطية. طب ليه? لان اللي جرى في الستين سنة اللي فاتوا منذ يوليو اتنين وخمسين لحد فبراير الفين وحداشر احنا ما كناش عايشين في جمهورية. كنا عايشين في جمهورية شكلية. لكنها جمهورية اقرب الى الملكية. كان الرئيس الاول عبد الناصر بيورسنا للرئيس السلفو خلف الرئيس السادات. والسادات يورسنا لمن بعده الرئيس مبارك. ثم الرئيس السابق كان يريد ان يورس الشعب اه او ارض مصر ومن عليها لابنه. الى انقامة الصور. المصرين النهاردة بحسهم امبارح بحسهم عرفوا فعلا ان هم لازم ينزلوا علشان يقيموا الجمهورية الاولى في حياتهم. المصرين امبارح بينتخبوا او بيممارسوا حقهم الطبيع في الانتخاب واختيار برلمانهم منذ سبعة الاف عام. وليس منذ تلاتين او ستين سنة. طيب. سيد محمد بعد اذن سيادتك امبارح طبعا ما فيش شك يوم احنا الكلام الحضاري بتقوله ده مية في المية صحيح وده شفناه في لجان الانتخابات. ولكن كثير من الاراء كثير من وجهات النظر بتقول انه اللي نزلوا دول امبارح هم طيارات معينة. ما بسميش اسمه معين. ولكن فيه اتجاه معين. هل تقدر حضراك ترد بشكل او باخر في هذه النقطة؟ طيارات ما هي قدرة اي طيار سياسي على حجد انصاره. يعني نص مليون مليون اتنين مليون اللي نزلوا مبارح ملايين يمثلوا كافة اطياف المجتمع المصري بكافة فئاته بكافة طبقاته. يعني احنا وجدنا المنطقة والمحجبة وغير المحجبة وجدنا العجوز وجدنا القبطي يعني انا وجدت مصر امس في كافة اللجان. ففكرة ان هناك فصيل سياسي بعينه او مؤيده او يعني جمهوره المؤيد. هو اللي كان موجود فيه الدوائر على الاطلاق. الصور حتى والمشاهدات البسيطة عبر التلفزيون بتنفيزال. ارجعك ايضا الى التصريح اللي قاله مبارح رئيس اللجنة العليا للانتخابات في المؤتمر الصحفي. قال ان النسبة فاقت كل توقعاته. امبارح دفع ليلا بمزيد من الصناديق. حوالي 3000 صندوق اضافية. بمعنى ان الصناديق اللي موجودة امس في كافة اللجان امتلقت عن اخرها. نعم. يعني كل هذه الدلائل والمؤشرات بتقول لا اللي نزلوا مبارح حمص او المصريين بكافة اطيافهم. نعم. ليسوا محسوبين على فصيل بعينه. ولكن بيمثلوا كل اطياف الشعب المصري. برجع واقول المصريين يعلموا تماما ان هذه فرصة حقيقية زهبية لا يريدون ان تضيع من بين ايديهم. هم بيمارسوا حقهم لاول مرة منذ سبعة الاف سنة هذه الحقيقة. المصريين مختروش لا حاكم ولا برلمان ولا نواب بشكل حقيقي دون ارادة او دون تزوير الا في هذا اليوم اللي هو امس. هذا استريخي. هذا استريخي بكل المقاييس واعتقد ان ده سينعكس على المرحلتين القادمتين للانتخابات. المرحلة التانية والتالتة. اذا كان النهاردة نسبة تصويت مرتفعة انا اعتقد انها ستسجل ارقام يعني او اعداد كبيرة جدا. نحن نعلم ان في الاستفتاء الماضي في 19 مارس كان عدد المصوطين في حدود 18 مليون. النهاردة الكتلة التصويتية التي تمتلك حق التصويت داخل مصر هم 51 مليون ناخب. اعتقد ان احنا سنقترب من الرقم في تأدير الشخصي يفوق او يكون ضعف من نزلوا وقدلوا باسواتهم في الاستفتاء الماضي. يعني هذه هي المؤتش. طيب في وسط ما احنا بنخود بناء البلد من اول خطوة وهي الانتخابات. عيون كل البلدان اللي حوالينا علينا. بدليل انه لما جينا كده نسرد المجلات والجرائد عنوين الجرائد العالمية في كل الدول الاوروبية بالتحديد وكل الدول المجاورة. كلهم بيكلموا على الانتخابات. كلهم خايفين او في منهم خايفين. اعيز اعرف تقييمك ايه لمحاولة ان هم يعني قد كده متابعين الانتخابات بتاعة مصر البرلمانية في اول خطواتها بالشكل الكبير ده. مصر دولة ليست صغيرة. مصر دولة محورية في المنطقة. مصر دولة مؤسرة. مصر كانت يعني مأسورة طوال عشرات السنين الماضية. لما هب الشعب فعلا في 25 يناير يمكن جرى اعادة تقييم لمصر مرة اخرى. عايز ازكر حضرتك ببعض المشاهد. حصل ورغم ان احنا لسه لم نشكل البرلمان بعد. لم يؤدي ذلك الى اختيار حكومة منتخبة. لم يتم بعد اختيار او انتخاب رئيس الجمهورية. ومع ذلك في التسعة اشهر الماضية. مصر بفضل موقح الجهور وفضل صورتها نجحت فيه ابرام اتفاق بين حركتين فتح وحماس. مصر نجحت فيه انهاء مشكلة الاسير الاسرائيلي. مصر جاء اليها رئيس وزراء تركيا رجب طيوب اردوغان. مصر كان لها دور مؤثر في دعم لفلسطين كعضو لدخل الامم المتحدة. ده غير موضوع اخرق. الكل بلا استثناء يأتي الى مصر رغم ظروفها اللي تتسم بالقلق عدم الاستقرار النسبي. كل دول العالم فعلا مصر النهاردة بحضور المواطنيها وكافة المصرين النهاردة في التسع محافظات كانت الخبر الاول في كل وسائل الاعلام بلا استثناء. جميع الجرائد الاسرائيلية في الصفحة الاولى وبالخطر عليها. بعيدا عن اسرائيل فقط انا بقول لكل دول العالم بلا استثناء لانهم يعلمون فعلا اهمية مصر اولا واهمية ما ستفرزه العملية الانتخابية دي يعني. خلينا بقى نحيي هنا المواطن المواطن المصري اللي نزل اللي كنا نتهمه بعدم ازدياد وعيه السياسي انه هو ملخبط انه هو ربما يخاف انه هو مواطن ينتمي الى حزب الكنبة كل هذه الفقعات والحاجات اللي كانوا بنقعد نقولها وبنرددها دون فهم او وعي المصريين مبارح ردوا عليها بدليل عملي وواقعي. ده اللي ما يخلنيش اقلق في ان ايا كان شكل البرلمان القادم ايا كان تمثيل القوى السياسية داخل البرلمان القادم فانا غير قالك لسبب بسيط جدا كسافة الحضور ده اللي حصل امس في الانتخابات بيؤكد ان هؤلاء طالما كانت لديهم القدرة على ايصال طيار او فصيل سياسي او حزب اما او كتلة اما داخل البرلمان فهذا الناخب يستطيع ان يحتشد مرة اخرى وان يحجب الثقة عن هذه القتلة او عن هذا الطيار اذا اخلى بواجباته النيابية. حضرك قبل ما نبتدي الفقرة مع بعض حضرك قلتلي كمان ان هو المجلس الشعب اللي جاي ده هيقعد تقريبا سنة فقط. اه هو مفروض اه مدة او عمر البرلمان القادم اه سنة تقل قليلا تزيد قليلا ليه ان هذا المجلس مرتبط بقاءه باجراء عملية الدستور اه اه مفروض ان هو يشكي اللاجنة ستتولى اعداد الدستور ثم سيطرح الدستور للسفتاء على الشعب وبعد ذلك هن سوف يتم حل هذا البرلمان. طيب سؤال اخير بعد ازن سيادتك سيد محمد احنا مبارح البورسة قفلت اغلقت والنهاردة شغلها. يا ريت تقول لي يعني ليه قفلت مبارح وليه هتفتدي النهاردة? وايه تأثير الانتخابات عموما لما بيحصل الانتخابات في اي دولة في العالم ايه تأثير الانتخابات دي على البورسة او على الاقتصاد بشكل عام في هذه الدولة? البورسة قفلت مبارح ده كان قرار سابق ليه ادارة البورسة رأت انها تاخذ هذا اليوم مدالة كان بيدي لك مؤشرات على انها ربما تحدث اعمال عمف او بلطقة لكنها لم يحدث. الحمد لله. الحمد لله النهاردة البورسة لما هتفتح اه توقعات وتقديرات وتقديرات اخرين اقتصاديين انهم بيروا ان البورسة سوف تسجل ارتفاعا غير طبيعي. عايز اذكر حضرتك والسادة المشاهدين انه رغم احداث مسبيره العنيفة اللي شاهدناها البورسة تراجعت ليومين متتاليين لكن عندما بدأ لفتح باب التقدم للانتخابات وان النكبين بدأوا يسجلوا اسمقهم. البورسة ظلت ما يزيد عن عشرة ايام متصلة تسجل ارتفاعا كبيرا. وبناء على ذلك بنتوقع اليوم النهاردة ان شاء الله. وطالما سارت العملية الانتخابية مثلما جرى امس بحضور كسيف دون وجود اعمال عمفة او بلتجة. فاعتقد ان البورسة اليوم هتسجل ارتفاعا كبيرا. وستستمر بهذه الوتيرة. كلما تقدمنا خطوة في بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة ستجد البورسة في عنان السماء. وطالما التبعية الاقتصاد بشكل عام. الاقتصاد بشكل عام. ده بيعطي سقل او قوة لمصر في الخارج. خلينا نتفق انها لا يوجد دولة في العالم او حكومة يمكن ان تتعامل مع مجلس عسكري لادارة شؤون البلاد. الدول العالم بتتعامل مع حكومات منتخبة ومع برلمان منتخبة. حد لحضرتك مثالين. الدول حوض النيل. اسيوبيا تحديدا. اوقفت العمل بالاتفاقية الاطارية لدول حوض النيل. وقالت للوفد الشعبي المصري اللي زار اسيوبيا والتقى برئيس وزرائها. اسيوبيا اعلنت انها سوف تكون بتجميد العمل بالاتفاقية لحين اختيار او تشكيل برلمان وحكومة منتخبة. تمام. اليابان اللي كان مفروض ستقدم لنا دعم فني فيما تعلق بمحطة محطة الضبعة اوقفت تقديم هذا الدعم او مساعدات في يعني بتلك المحطة لحين اختيار حكومة وبرلمان. العالم كله متوقف لانه لا يتعامل الا مع برلمان وحكومة منتخبة. احنا النهاردة بنحط رجلنا على اول الطريق. وبالتالي اتوقع ان ده سينعكس اقتصادين علينا. اتوقع ايضا ان يتراجع الدولار سعره اللي ارتفع خلال الاسبوع الماضي. كلما سرنا خطوات ايجابية في مسألة العملية الانتقابية وعقبتها بقية استحقاقات الفترة الانتقالية من دستور ومن اجراء انتخابات رئاسية الاقتصاد بإذن الله ساعتها. توقعات مبشرة حقيقة وبجد نتمنى انها. بإذن الله تعالى هذه هي الواقع وهذه الحقيقة. بس الممي نبدأ ونستمر في ذلك يعني. مصبوطة. وانا انا بناشب برضو المصريين يعني مثلما نزلنا في المرحلة الاولى اللي بتنتهي اليوم. انا اتمنى انهم ينزلوا في العادة. وبقية المحافظات والي النزول. انا نريد ان الحماس يخلص لحد هلا. لا بإذن الله تعالى. صحيح. الكادب الصحفي الاستاذ محمد علي خير. شكرا جزيلا لحضراتك فاندم. انا دايما بقول النهاردة لكل ضيف اه اه كل سنة وحضراتك طيب. كل سنة وانت طيبين والسادة المشاهدين ومصر بخير. ان شاء الله. ان شاء الله. شايد نهارك سعيد هنروح لتقرير كاميرا نهارك سعيد لسه ما زالت بتتابع الاحداث اللي بتحصل مبارح في اه عدة لجان مختلفة في تسع محافظات. هنروح نشوف التقرير ونرجع تاني مع ضيف جديد وانهاركو دايما سعيد.